تهدف مبادرة ابدأ إلى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة إضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا كلمة المهندس محمود شوكري مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ صباح الخير يا فندم كل سنة حراك طيب وكل عمال مصر بخير نسازن سيادتك في استعراض الموقف الحالي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ احنا اشتغلنا في السنتين اللي فاتوا هو عمر ابدأ على 84 فرص الصناعية ادلنا الحمد لله ان احنا نحول عدد 23 منهم لشركات قائمة منهم اللي بدأ انتاج ومنهم اللي تحت الانشاء 24 فرصة صناعية وده مرحلة اددية تانية وان شاء الله 37 فرصة صناعية في المرحلة المستقبلية شونس احمد فنتازيا سمعني التكلفة الاستثمرية للمرحلة الاولى حوالي 62 مليار جنيه انجليز سمعني التكلفة الاستثمرية للمرحلة الاولى حوالي 62 مليار جنيه وعشان الناس تقدر تتخيل معنا الرقم ده ضخم قد إيه فالرقم ده بيمثل 28% من حجم الاستثمارات اللي اتضخط في القطاع الصناعي في آخر 3 سنين ابدأ بتمول مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسية ابدأ ورجال الأعمال بنسبة 49% استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5% بالإضافة ل 46% تمويل مؤسسات دولية اللي ساعدنا إن احنا نحقل حجم الشغل ده في الوقت القصير ده إن احنا استغلنا الميزات التنفسية الموجودة وإن احنا بنينا على الدولة المصرية حقيقته في آخر 10 سنين من استفادة لأصول الدولة تطوير البنية التحتية تطوير المواني والعمال المدربة اهتمام إبدأ الشامل ما كانش بس بخط إنتاج ومباني مع أهميتهم بالعكس كان اهتمامنا الشامل بالمنظومة الصناعية بشكل أشمل عشان نقدر نتعامل مع التحديات اللي بتقابلنا مع المصنعين التحديات دي مش بالضرورة إجرائية فقط بالعكس التحديات دي كانت عدم مجابها لأليات السوق التحديات دي كانت عدم مجابها لأليات السوق أفكار غير مكتملة التحديات في إدارة المستثلات الصناعية والتحدي الأكبر دايما وهو التمويل ابدأ طورت من فلسفتها وفكرنا برى الصندوق واخدنا مجموعة من المشروعات المرحلة الأولى ودخناها في صندوق استثمار مباشر تشريف سيادة أكلينة ونستأزم في إطلاق صندوق النيل الصناعي للإستثمار المباشر أول صندوق صناعي متخصص في الإستثمار الصناعي في مصر واللي هتكون قيمة الإصدار الأول ليه 2.5 مليار جنيه الصندوق بإذن الله يا فندم هيتم طرحه في البورصة المصرية للضمان شفافية كاملة لكل المستثمرين ومن هنا بندعو جميع المستثمرين رجال الأعمال المصريين البنوك المصرية والمؤسسات المالية وحتى الأفراد للإستثمار في الصندوق الصندوق هيكون هو حلقة الوصل بين كل الأطراف المعنية لتحقيق عواقب استثمارية فريق العمل بدأ بالفعل الشغل على الأرض وفريق متميز مشترك بين شركة إبدأ وشركة القاهرة كابتل للإستثمارات المالية بدأنا استراتيجية للإستثمار بدخل مئة مليون جنيه كحد أدنى في المشروع وحد أقصى خمسمائة مليون جنيه نحن نسهد في جميع الأنشطة الصناعية مع وضع أولوية لكل المشروعات التي تستهدف تقليل الفاتورة للسردية بإذن الله يا فندم بعد النجاح للإصدار الأول سيكون هناك إصدار ثاني وثالث بإذن الله سأذن سيادتك في عرض أربع نمازج للمشروعات إبدأ عن طريق الفيديو كونفرنس سواء بالشركة مع إبدأ أو مشروعات إبدأ قدمت لها دعم مصنع محركات وسائل النقل الخفيف أستاذ محمد وفاقي اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم النهاردة إحنا موجودين في مصنع محركات بنزين وسائل النقل الخفيف ده أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا النهاردة بنحتفل مع سيادتك بإنتاج أول محرك مصري المصنع على مساحة 13 ألف متر مربع بإجمال تكلفة استثمارية 330 مليون جنيه مصري التقى الإنتاجية للمصنع تصل لربع مليون محرك سنويا نسبة المكون المحلي 70% مدخلات إنتاجية مصرية يصل عدد العمالة إلى 120 عامل تم بالفعل نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصيني بالكامل إلى الجانب المصري وتم الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج وهم بخمس مراحل إنتاجية تم الحمد لله اجتياز المحرك لكافة اختبارات الجودة وفقاً واشتراكات الجودة الصينية والدولية حابين نقول سيادتك كل صار وحريق طيب يا رب وكل عمال مصر طيبين شكراً يا فندم شكراً يا محمد شكراً جزيلا المصنع نوفا لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي دكتور مهندس أحمد كمال معاود اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم هنردى متواجدين في مصنع نوفا للتنمية الصناعية بنشهد تشغيل المصنع من لزمة 100% في الفترة الماضية تم التعاقب مع شركات عالمية أمريكية وأوروبية عسوية متخصصة في إنتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي أصبحنا قادرين على إنتاج هذه المكونات محلياً بترخيص ما هذه الشركات بتشمل هذه المكونات المروقات والفلاتر والأبواب ووحدات تكفيف الحمأة الميكانيكية وأنظمة التهوية المتخصصة والمختلفة وبذلك يجعل مصنع نوفا مصنعاً متميزاً في أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال بلغت تكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع 800 مليون جنيه مصري والمصنع بيوفر 300 فرصة عمل ويتبلغ طاقته الانتاجية 150 طن شهرية من المكونات المصنعة من السلستين هذه المكونات يا فندم كان بيتم استراضها من الخارج المصنع حالياً أصبح قادر على سد احتياجات السوق المحلي من هذه المكونات وبالإضافة لذلك فإنها من المستهدف تخصيص 30% من إنتاج المصنع للتصدير الخارجي حتى يمكن المصنع توفير النقد الأجنبي للبلاد شكراً لسيادتك يا فندم مصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الاسفنج والأثاث الفندوقي سيد أحمد رجب الشفعي اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم احنا في فانتازيا بدأنا من الصفر في محافظة الدأهلية تحديداً المنطقة الصناعية جمصة لتصنيع منتجات الاسفنج والفرش الفندوقي ومع مرور الوقت قدرنا نزود خطوط إنتاج للصناعات المغزية لمنتجاتنا وقدرنا نصدر منها 30% ونصنع لحساب شركات أجنبية مجموعة فانتازيا حالياً يا فندم على مساحة 15 ألف متر بتضم 400 عامل بطاقة إنتاجية 22 ألف طن في السنة بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه نسبة المكون المحلي يا فندم في منتجاتنا حالياً 30% وهدفنا نزودها 70% وكان لقطاع دعم الصناع بمبدرة إبدأ دور كبير عن طريق تخصيص قطعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام وده هيوقف استراض حوالي 150 ألف طن من الخام سنوياً بالإضافة لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وده وفر علينا وقت ومجود كبير في افتتاح هذا المصنع كل سنة وحضرك طيبة فندم وعمال مصر بكامل الصحف والعافية أشكرك سيادة الرئيس شكراً جزيلاً مصنع أنجلين إيستي يجب التكنولوجيا الحيوية السيد لويجين اتفضل لفن شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً 技術中心和工廠 其中工廠占地面積 12万平方米 总投资超过 2.5亿美元 2020年年底 工厂产能将达到 6万吨 埃及员工人数 将超过1000名 成为埃及 在全球规模 最大的生产的基地 我们在埃及 当地的原料 采购比例 高达90% 一方面 我们全面满足 埃及国内市场 酵母的供应 降低进口需求 另一方面 我们依托埃及 出口优势 开展出口贸易 现在我们80%的产能 都拥有出口 借此机会 我们要感谢 埃及各级政府 以及安波党 对安齐教母 埃及有限公司 长期以来的 支持和帮助 我们也诚挚地 邀请总统阁下 以及各位领导 利宁安齐教母 埃及有限公司 指导工作 谢谢总统阁下 谢谢廖立强大使 谢谢大家 谢谢